وزارة الأشغال أعلنت أنها حريصة على متابعة المشاريع وإنجازها وفقا لمواعيدها التعاقدية ولتحديث شبكة الطرق وتطويرها أكد الوكيل المساعد لهندسة الطرق المهندس أحمد الحصان أكد أن الوزارة بصدد إكمال مشروع تصميم وصيانة طريق النواصيب السريع نهاية إبريل الجاري بافتتاح ثلاثة التفافات عكسية وإنشاء ثمانية جسور على طريق النواصيب السريع بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليون دينار كويتي